جلنا حالة دلوقتي على الهوى بقى اتحاد الكرة يعلن شروط القيد للموسم الجديد نزل منشروط كويس قرر اتحاد المصر القرية القدم فتح باب القيد الاولى للموسم المقبل يوم 30 اغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على ان تنتهي قوائم الاضافة للقسم الاول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر فيما يمتد قيد الناشئين والصلاة والنسائية حتى 7 اكتوبر المقبل بالاضافة الى الاسبوع الاول من كل شهر كما تكرر ان تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه وفي الفترة من 1 يناير 22 حتى 31 من شهر نفسه قيد الفترة التانية هيكون ممتد طول الشهر وبالنسبة للقوامل الاندية للموسم الجديد قررت حاد المصر السماح لكل نادي بقيد 30 لاعبا بالاضافة الى خمسة لاعبين من موليد 99 وانت كنت نسا بتكلمني عن موضوع الوقت من موليد 99 وما بعدها ده بيخص قطاعات الناشئين وما بعدها من اللاعبين الصعودين بالنادي فيما تحدد عدد اللاعبين الاجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الاول ولاعبين اثنين القسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث على ان لا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الاجانب يعتبر بيعمل معاملة المصريين ولا يسمح باشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى يبال لعب مصري في حراسة المرمى كما حدد الاتحاد المصري ده مهم للناشئين لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لموليد 1 يناير 2001 كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لموليد 1 يناير 2001 2003 2005 2006 2007 2008 على ان يسمح بقيت 30 لاعبا لكل مرحلة سنية وبالنسبة للبراعم حدد لها من 1 يناير 2009 2010 2011 2012 2013 2013 على ان يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحلة سنية